السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعرف ايه هي الاجهزة اللي متصل معنا على نفس شبكة الواي فاي على روتر تي بي لينك طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا اول حاجة هندخل على اي متصفح عندنا واللي يكون مثلا متصفح جوجل كروم وبعدين هنيجي في محرك البحث بقونا هنبدأ نكتب عن عنوان الاي بي الخاص بالروتر اللي هو واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت صفر دوت واحد وبعدين هندوس انتر هيفتح معنا الوجهة دي ولو ما فتحش معك على طول يبقى الاي بي بتاعك متغير هتلاقي مكتوب على ظهر الروتر بتاعك الاي بي اللي بيدخلك على الصفحة دي هنيجي بقى للخطوة اللي بعدها هي اننا هنكتب اليوزر نيم والباسورد وفي الاغلبية بيكون ادمن وادمن اليوزر نيم بيكون ادمن والباسورد بيكون ادمن زي ما حضراتكم شايفين كده ولو ما ف اليوزر نيم والباسورد موجودين في ظهر الروتر بتاعك برضو وبعد كده هندوس على كلمة هندوس حسنا الاول بعد كده هنيجي على القائمة اللي على الشمال دي هنيجي بقى نختار من هنا كلمة وبعدين هنختار منها هندوس عليها بعد كده هيبدأ يجيب لنا هنا كل الاجهزة اللي متصلة معاك على نفس شبكة الواي فاي هنا مفيش اللي هو جهاز واحد بس اللي هو اوبو اي خمسة وتسعين اللي انا بشرح منه دلوقتي ولو في اجهزة كتير وعاوز تحجب عنهم الانترنت هتيجي عندي كلمة هتلاقي قصاد كل موبايل متصل او اي جهاز متصل هتلاقي موجود قصاده الماك ادرس بتاعه اللي هو ده هتبدأ تكتبو في ورقة معاك لان هنا ما ينفعش انك تعمل نسخ لو دوسنا دوسه مطولة بالشكل ده هنلاقي ان ما فيش اي نسخ هنا خالص فبعد ما ننسخ ده هنيجي بقى على القائمة اللي على الشمال تاني وهنختار من هنا كلمة وبعدين هنختار من هنا كلمة وايرلس ماك فلترينج. بعد كده هنيجي على القائمة دي. بعد كده هنيجي هنضغط على كلمة اد نيو. بعد كده هنيكتب هنا الماك ادرس اللي احنا كتبنا في ورقة اللي احنا قلنا عليه بتاع الجهاز اللي احنا عايزين نحجب عنه الانترنت. اما هنا في الديسكريبشن هنا ممكن تكتب اي حاجة. مسلا تكتب اسم الشخص اللي هو صاحب الموبايل اللي انت عايزت عمله حذر عشان تبقى معلمه. بعد كده هندوس على كلمة بعد كده هنلاقي هيزهر معنا هنا بتاعه. ويسم الشخص اللي انت عملت له حجب. بعد كده هندوس على كلمة وبعد كده هنتأكد ان الاختيار ده متفعل على بعد كده هنلاقي الجهاز اللي احنا حددناه خرج مباشرة من شبكة الواي فاي وحتى لو حاول يسجل الدخول تاني حتى لو مع الباسورد كمان مش هيقدر يسجل الدخول مرة تانية. حتى لو شبكة الواي فاي بتاعتك كمان من غير باسورد برضه مش يقدر يسجل الدخول عليه عشان خاطر انت عملت له حذر عن طريق الماك ادرس بتاع الموبايل بتاعه والماك ادرس ده ما بيتغيرش بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة وياريت لو عندكم اي سؤال اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وان شاء الله ارض عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلام.